وقد بدأت صباح اليوم أولى الجلسات المصاحبة لعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والتي تستمر حتى الخامس عشر من مارس الجهر وقد انطلقت أولى الجلسات المصاحبة بنعقاد منتدى النساء البرلمانيات بمشاركة واسعة من البرلمانيات في المجالس التشرعية من مختلف الدول وقد ألقى السيد وارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي كلمة عرب فيها عن أمله بنجاح فعاليات الاجتماع واثنيا على الجهود التي بذلتها مملكة البحرين لاستضافة عمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وأكد باتشيكو أن شعار الاتحاد البرلماني ينص على أن الديمقراطية للجميع دعيا لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي أتشرف اليوم بافتتاح منتدى البرلمانيات الدولي على همش انعقاد مجلس الاتحاد البرلماني السادس والأربعين بعد المئة إنه لشرف عظيم أن أنضم إلى هذا المنتدى وأن أكون معكم هنا في البحرين وذلك لسببين همين أولا كما ترون إن شعار الاتحاد البرلماني الدولي ينص على الديمقراطية للجميع ولكن من المستحيل تحقيق الديمقراطية للجميع في حال تهميش نصف سكان العالم ولا يمكن تحقيق هذا الشعار بدون الوصول إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي كما إنه لا يمكن تحقيق ذلك في الاتحاد البرلماني الذي يقارب عمره مئة عام دون مشاركة كاملة للمرأة في العمل البرلماني ولذلك هذا من أهم أسباب تواجدي هنا للسعي لتحقيق هذا الهدف